وينافس على هذه البطولة بقى على الهاتف الزميل العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي أمير حمد الله على السلامة الله سلامك وحمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي وطبعاك ومواصل الأهلي في كل مكان مبروك يا أمير ومبروك لكل أفراد البئسة وطبعا إنجاز طيب جدا المدالية البرونزية لكن أعايز أعرف منك بقى الكواليس مبارح أول من فريق وصل فندوق الإقامة في الطيارة النهاردة أول ما وصلته وكمان الأجواة بقى وشفتوها إزاي وإيه اللي حصل خلال الساعات الأخيرة قبل الوصول إلى مصر مبروك عليك يا محمد مبروك كل جماهير النادي الأهلي استحقوا أفضل من كده بكتير في الحقيقة بعد المستندة والدعم الكبير اللي كانت للسريء والجهاز الفني على مبارح البطولة بالكامل كان يوم دور كبير جدا كل جماهير كتنون موجودة في المونديال وأذروا كل اللاعبين على مبارح المباريات حتى بعد انتهاء مباراة الأهلي على مدار مباراة النهائي ما بين تيجرس وبايم يونس كانوا بيشجعوا وبيهتفوا لنعابة النادي الأهلي بيهتفوا اهتفات النادي الأهلي كان دايما اهتفاتهم المعروفة جدا تتعلق بالبطول الدولة والبطولة الأفريكية والمطالبة بالبطولة التاسعة والمطالبة بالسوبر الأفريكي والسوبر المحلي ديهم دور كبير جدا طبعا كوليس وأجواء كلها حالة غير في السعادة والفرحة بعد هذا الإنجاز وفكرار الإنجاز 2006 لكن اللي جميل يا محمد اللي دايما نسموح عند النادي الأهلي غير أي مكان تاني اللي عايزين كلهم بيففروا إنهم عايزين يجوا تاني عايزين يلعبوا المنديال تاني رغم إنه دي أول تجربة بالنسبة للجيل الحالي إنه هو يشترك في كاتر العالم الأندية لكن هما استمتعوا بالبطولة استمتعوا بالنظيم استمتعوا بأرضية الملاعب فحطين قدامهم هدف هما أوجاد فاني العودة تاني للمشاركة في كاتر العالم للأندياء كما كانوا فين السنة اللي جاية لكن المؤررة اللي جاية هما نفسهم إنهم يرجعوا ويوصلوا للمباراة النهائية هدف أساسي بالنسبة لهم إن شاء الله الأهلي لو ما كانت قابل بايميونيكس دور النس النهائي إنه سيكون عنده خرص كبيرة إنه هو يتهال للنهائي لكن هي دي الأوراعة هو ده مصيب قتابل فريق كبير جدا وأفضل فريق في العالم فبالتالي لقابت على الثالث والرابع نجحت إنك تكسب المركز الثالث عن طريقة طبعا طيبراس وبالتالي إجاز كبير هو مميز جدا جدا بالنسبة للمناجي الأهلي وإن شاء الله المزيد والمزيد من الإنجازات جلال فترة إن الفريق لست وصد كارحة للدولي يستهدوم نظيم من الطيارة يحلص أفراك في حوالي ثلاث ساعات الفريق النهاردة طبعا أجازة ومخر أجازة عيسا أن الكبريمات ويومينا نتعيب بإذن الله بإذن الله طيب عايزك تطمينك كمان على اللعيبة يمكن طبعا المباراة الأخيرة مع بالمراس كان فيها جهد بدن كبير جدا طمين على حالة طاهر محمد طاهر عدد من اللعيبة لاستعداد لمباراة المريخ كلامك مع الجهاز الطبي الجهاز الفني الجديد بقى بالنسبة لمرحلة اللي جاي بإذن الله يعني اللعبين كلهم بخير محمد كله زيز الحمد لله حتى أنا طمينك من جهازك ده العلي معلول معلول حالته ويسا جدا يقدر إن شاء الله بإذن الله تدريجين يشارك في التدريبات الجماعية ما فيش أي عاقص إن شاء الله من خلال أنه يبتدي عن طريق بعض الفقرات وبعاكيان كانت تدريبات الجماعية مع الفريق في فرص المواهي الحق بباراة المريك وفرص كبيرة بإذن الله يمكن بس طالح محمد عنده شد في العضلة الأمامية اللي سأيتم التعامل مع هذه الصلاة على مدار في الأيام القليلة المجملة عصاكي سيهيب مش أقل من الأسبوعين بالنسبة لفراح المحص لكن فيما عاد ذلك يعني حالته جيدة كل فهم معنويا وصوص جدا بهذا الإنجاز ومدي الإنجاز ده مدي دفعة كبيرة جدا للعابين فيما هو قادم تحديدا بداية من التحدي العصريكي الهام جدا بالنسبة لناجي الأهلي وجمهيره ورورا بالتحديات المحلية مختلفة كهرباء وحسين الشحاية طمنا عليهم خرجوا مبارح بالليلة ما وصلتوا لأوتيل ولا استنوا لغاية النهاردة الصبح النهاردة الصبح النهاردة الصبح من العز اللي كانوا فيه كانوا ضعين جدا أنهم محضروا طبعا هلهم محضروا أه 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 محبت أه محمد بعض عامك للضفط الألف في المطار في استيبال البيعسة أه بالضبط يعني استيبال جيد جدا بالنسبة للسريق في الحقيقة ومثلها أه جيدة تليني أكلمك عن طاهر عن عصور عن ناحيتين ومستهراب لكن نوضع عليه أن هم طبعاً مش موجودين في المباراة التي توقف فيها النادي الأهل المدالية برونزية لكن عندهم تشاركي فريد أن هم يرجعوا سين ويجبوا موجودين ما كنواش يقصدوا إصلاق أن هم يجيبوا عن هذه المباراة لكن ده اللي حصل وهم يعني مبسوطين جداً بالإنجاز في كل يا محمد قل لي سيد أمير في الكواليس يعني عارف طبعاً موجودين مباراة في العزل وكان فيه سيكوريتي على كل غرفة لحسين والكهرباء لكن إمباراة لكابتن محمود الخطيب كان الحريص والكابتن سيد والشناوي كمان كابتن الفريق إن الشهادة والمدالية تكون موجودة وحسين إمباراة بعد المرش على طول بالضبط حصل كده فعلاً وكادوا السلم والمدالية بطور ما تمح بي يعني مقابلتهم بشكل مباشر فأكدوا عداء جداً بالميدالية لأنه طبعاً دي إنجاز كبير بالنسبة لهم بالنسبة للجيل الحالي بالنسبة للمدالية خصوصاً دي أولي شارك اليوم فده حاجة تحسب لهم إحنا الأهلي قبل كده شارك له مرة في 2005 ما كانتش موفق إطلاقاً في الشرعة الأخير لكن الإنجاز كان في 2006 كانت المشاركة الثانية لكن الجيل ده المشاركة الأولى بالنسبة لي قدر إنه هو يحقق طبعاً الإنجاز الكبير ده يا محمد أمير هشام موفد قناة النادي الآله بقولك مبروك وحمد الله على السلامة يمكن طبعاً إنجاز طيب جداً وحاولنا قادر إن كان نعرف من أمير اللي حصل خلال الساعات الأخيرة وطبعاً حسين الشحات وقهرباء عشان أقول لكم يعني فكرة الإجراءات الاحترازية والفقاعة الطبية والبروتوكول اللي وضعوا الاتحاد الدولي في هذه البطولة كان صارم جداً ما كانش فيه أي تهون خلال